في حسابات الحقل والبيدر لا يمكن لميزان القوى العالمية أن يحقق أهدافه السياسية والأمنية والاقتصادية في حال غياب أقطابه من الدول النفطية والعظمى ذلالة على أهمية اللجوء دوما إلى طاولة حوار تجمع بين دول المنطقة بحضور الأوراق الأمريكية على الطاولة العربية تعود حلول تلك المعادلة بمعطيات القمة الخليجية العربية الأمريكية المرتقبة التي تعود فيها مياه واشنطن والرياض إلى ذات المجرى قبل أن تتوتر بفعل سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة والحرب الروسية على أوكرانيا لكن حضور ملف المنطقة يصب في غاية الأهمية تحت عنوين التعاون ضد أي تهديد أمني في المنطقة إذن يحضر العراق فاعلا في مهمة صمام الأمان الضرورية للمنطقة كما يمثل أهمية كبرى لدى الخليج وأمريكا في معادلة النفط لمواجهة طيارات الحرب الروسية الأوكرانية يتصل هذا بمواجهة خطر الفصائل المسلحة كما يصب في مصلحة الدول الغربية التي تبحث عن استقرار يواجه تداعيات التوتر الروسي الغربي الذي ضرب الاقتصاد ضربة قاسية في الخاصرة يحتاج العراق للطاقة والاستتباب الأمن السعودية هنا تمثل بسياستها أيضا التعاون العربي العربي المهم في حلول مطلوبة لخلق بيئة مستقرة وضحت صورتها في جولة ولي العهد السعودي الأخيرة بما يفسر تعزيز علاقاتها مع العرب وتركيا والغرب لكن بما يضمن أن يحقق حلولا تضمن مصالحها ومصالح دول المنطقة لذا فإن ورقة العراق ضرورية جدا لصالح شعبه ولصالح المنطقة وعلى ما يبدو أن هذا ما أيقنته أمريكا أو ما ستؤكده القمة المرتقبة بإعادة ترتيب الأوراق بصورتها الصحيحة ترجمة نانسي قنقر